وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمها القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين بتعاون مع منظمة أم القرى للعائلات المهجرة من جرف الصخر في مخيمات الحبانية في محافظة الأنبار ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبدالقادر محمد أهلا بك معنا الدكتور عبدالقادر أهلا بك بداية دكتور عبدالقادر قدمتم في منظمة أم القرى بتعاون مع القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين في العراق قدمتم مساعدات للعائلات المهجرة من جرف الصخر في مخيمات الحبانية لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا في الحقيقة هذه الحملة تأتي في ضمن الحملات المستمرة للمنظمة في شهر رمضان مبارك وهذه الحملة كانت لعائلات جرف الصخر النازحة منذ أكثر من سبع سنوات في منطقة الحبانية تحديدا مخيم الحبانية وهناك مخيم يضم العديد من العوائل تم نقلهم منذ شهور قليلة إلى مجمع دور واضعة الكلفة ما يسمى وهذا يعني على طريق بين في طريق المنظمة الحبانية مدينة سياحية وتم نقل العائلات جرف الصخر إلى هذا المجمع تقريبا يضم مئة دار وإضافة إلى كربانات وتم إذ كان فيه أثار 230 عائلة نازحة من عائلات جرف الصخر هذا خاص فقط بعائلات جرف الصخر وطبعا سألناه في الحقيقة كان يعني كأنه نوع من التوطين هذه العائلات في هذه المنطقة على العموم تم تنظيم حملة لتعاوض مع القسم لغاية لهيئة علماء المسلمين لتقديم السلات الغذائية سلة رمضان وتم توزيع 220 سلة على هذه العائلات موجودة في هذه المجمع في هذه المنطقة بالمقابل أيضا كان هناك في نفس الوقت ما تبقى من العائلات في المخيم الأصلي في الحبانية في قرب المدينة السياحية بقيت لي تقريبا 80 عائلة وهذه العائلات من مختلف البناطق في محافظة الأنبار من غير أهالي جرف الصخر أيضا كان لنا هناك التوزيع القسم الثاني وتقريبا قرابة 80 عائلة موجودة تم توزيع أيضا 30 الغذائية على هذه العائلات في نفس الوقت في نفس اليوم وبالتالي يصبح المجموع الموزع من سلات الغذائية تقريبا 300 إلى 320 سلة غذائية في هذا اليوم في هذه الحملة فقط من سلات رمضان على هذه العائلات نعم دكتور يعني العائلات المهجرة من جرف الصخر كما هو معروف خرجت من بيوتها ولم تستطع حتى حمل أغراضها ما يعني أن أوضاعهم المعيشية صعبة بعد مرور كما تفضلت ما يقرب من سبع سنوات على تهجيرهم كيف تصف لنا وكيف وجدت أوضاعهم المعيشية والله يعني حالهم يعني يرسى لهم من حقيقة لا تسر الصديق وضع مأساوي جدا يعني هم متنقلون من بين الخيام مدة أكثر من ستة نوات ثم نقلوهم إلى هذا المجمع وكما قلت هذا قسم قليل من هذه العائلات هناك في منطقة بزيبز هناك أكثر من ألف عائلة من عائل جرف الصخر هؤلاء فقط يسموهم منطقة العويسات يعني في هذا المجمع يعني مرمي في الصحراء حقيقة بعيد جدا عن المدن ولا يمكن أن يخرجوا إلا بعبر وسائل نقل وطبعا هذه منعدمة وسائل النقل من السيارات وغيرها بالتالي هم منطقة شبه معزولة يعني في هذه الصحراء وبالتالي هم معتمدون على ما يصحهم مساعدات غاسية وإنسانية في هذه المنطقة البعيدة والمعزولة يعني قليل ما يصله من نواد الغذائية ومن المساعدات صحية وإنسانية غيرها لا تفي بحاجتهم يعني دون القدر يسير ما تطلبه العيش الكريم في ضمن هذا الوضع العام والظروف الصحية والأزمة التي مرضها البلد بشكل عام نعم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية أيضا يعني التي يعيشها العراقيون هل من المخطط أن تضاعفوا من وطيرة حملاتكم على النازحين والمهجرين بعد شهر رمضان المبارك بالتأكيد إن شاء الله المنظمة مستمر في برامجها الإغاثية ولديها من القطط الإغاثية لتقديم العون المساعدة لهذه العائلات فيما بعد رمضان إن شاء الله هذه الحملات اللي تمت في رمضان يعني هناك أكثر من حملة يعني في نفس الأسبوع في مختلف المحافظات سواء المؤنبار أو في أربيل أو الموصل أو كاركوك مناطق الأخرى تقريبا يعني أو شكت هذه الحملات في الأسلام رمضان على الانتهاء ولدينا برامج وخطط إغاثية إن شاء الله مضاعد رمضان لكن بالتأكيد مستمر المنظمة بجهود أيضا التعاونين مع المنظمة في قسم الإغاثية أيضا في تقديم هذا العون المساعدة للعائلات المحتاجة والنازحة نعم إذن كنت معنا عبر الهتف من الأنبار المنسق والعام لمنظمة أم القرى دكتور عبدالقادر محمد شكرا جزيلا لك